شرت شموس الهدي بالكلمات فانارت الأفهم بالآيات أسرج بنور العلم عقلا نيرا وافتح من الألباب كل جهاتي فالكنز علمك حين تنفقه زكاة والمال لا يزكو بلا نفقاتي بين الظلام وبين نور مشرق هدي ينير الدرب بالومضاتي بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين والعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين قال الله تعالى في كتابه الحكيم تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض صدق الله العلي العظيم إذا لاحظنا الموجودات المادية نجد أن كل واحد منها يتشكل في قوامه من بعدين البعد الأول هو البعد المادي والبعد الثاني هو البعد الصوري العلة المادية والعلة الصورية ما هي العلة المادية وما هي العلة الصورية أنتو إذا تلاحظون الأشياء تجدون أن فيها عنصرا مشتركا هذا العنصر المشترك يطلق عليه العلة المادية وهناك عنصر آخر يتميز به كل نوع عن كل نوع هذا العنصر الذي يميز الأشياء بعضها عن البعض الآخر يطلق عليه العلة الصورية لنمثل مثالا بسيطا واحدا لكي تتقرب هذه الفكرة إلى الأذهان أنتم تأخذون القلم تجدون فوق هذا القلم في رأس هذا القلم نقطة حبر هذه النقطة لم تتشكل بصورة معينة يعني الآن هذه النقطة من الحبر لا تحمل صورة حرف من الحروف لا تحمل شكل ألف ولا تحمل شكل باء ولا تحمل شكل جيم وإنما هي مادة يمكن أن تتشكل بأشكال مختلفة كم من الأشكال يمكن أن تتخذها هذه المادة إذا تلاحظون الفروف المفردة يمكن أن تتشكل في لغتنا العربية بثمانية وعشرين شكل وإذا تلاحظون الجمل التي يمكن لهذه المادة أن تشكلها لعل هناك ألوف مو ألوف وإنما ملايين بل مليارات بل ما لا يعد ولا يحصى من الجمل يمكن لهذه المادة الموجودة في رأس القلم أن تشكل تلك الهيئة إذن هذه النقطة تطلق عليها العلة المادية لأنها الآن في مرحلة مادة لم تفض عليها صورة معينة ولم تتلبس بشكل معين من الأشكال تأخذون هذا القلم وتخرجون الدفتر وتكتبون بسم الله الرحمن الرحيم مثلاً هنا هذه المادة شيء ما أضيف إلى هذه المادة هل أضفتم شيئاً إلى هذه المادة؟ لا ماكو هناك عنصر خارجي أضيف إلى هذه المادة لأن نفس تلك المادة اللي كانت في القلم انتقلت إلى الورقه الشيء الجديد الذي أضيف أن هذه المادة أخذت صورة معينة كان بإمكانك أن تكتب أي جملة ولكنك كتبت بسم الله الرحمن الرحيم إذن هذه الجملة لدى التحليل تنحل إلى عنصر مادي هو ذلك الحبر مضافاً إلى صورة معينة وإلى هيئة معينة اتحدت في الوجود الخارجي مع تلك المادة الأولية تلك تسمى بالعلة المادية وهذه تسمى بالهيئة وتسمى بالعلة الصورية سؤال نحن البشر المواد التي خلقنا منها هل تختلف عندما نقرأ هذه الآية إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيراً ما هي هذه الإرادة هل هذه الإرادة إرادة تشريعية الإرادة التشريعية لا تختص بأهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم الله يريد لنا واحد واحد من أفراد البشر أن يذهب عن الرجس الله يخاطب الناس يا أيها الناس توبوا إلى الله عودوا إلى الله ارفضوا هذه اللوثات المادية هذه الإرادة لا تختص بأهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم كلنا الله يريد لنا الطهر ويريد لنا إذهاب الرجس عنا إذن هذه الإرادة إرادة أخرى تلك هي الإرادة التكوينية إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون هذه ليست الإرادة التشريعية لأن الله يقول صلوا والناس لا يصلون الله يقول للناس لا تفعلوا المحرمات والناس البعداء يفعلون المحرمات هذه ليست إرادة تشريعية وإنما إرادة تكوينية لذلك هذه الآية دليل على عصمة أهل البي صلوات الله عليهم لأن الإرادة التكوينية لله سبحانه وتعالى إذا لم تتخلف عن مرادها فلا محالة يتحقق هذا المراد في الخارج إذا الله سبحانه وتعالى شاء أن يذهب عن أهل البيت الرجس ويطهرهم تطهيرا فلا بد أن يكونوا معصومين عن كل الرجس ودنس ولا يمكن أن تصدر منهم معصية واحدة في الخارج زوجات النبي لم يدعي أحد من المسلمين أنهن كن معصومات لا يمكن أن تكن أن يكن مشمولات بهذه الآية المرأة التي تحارب إمام زمانها المرأة التي تخرج على إمام زمانها هل يمكن أن تكون هذه المرأة أراد الله إرادة تكوينية أن يذهب عنها الرجس ويطهرها تطهيرا زيان هذه الإرادة الإرادة التكوينية لله سبحانه وتعالى كيف تتحقق في الخارج واحد من أبعاد هذه الإرادة أن الطينة أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين هذه الطينة هذه المادة التي خلقوا منها تختلف عن طينة الآخرين تلك المادة التي صنع منها أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم هذه المادة تختلف عن المواد التي صنع منها زيد وعمر وآتيناه الحكم صبيا لماذا نحن لا نتمكن أن نؤتى الحكم صبيا لأن هذه المادة ليست قابلة لذلك الفيض الفيض الإله المادة طاهرة أشهد أنك طهر طاهر مطهر من طهر طاهر مطهر المادة تختلف من شخص إلى شخص آخر الناس في الحديث المروي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم الناس معاد كمعاد الذهب والفضة هناك معدن الذهب في التكوين إن تلاحظ عالم التكوين عنصر الذهب موجود عنصر الفض موجود الحديد موجود النحاس موجود هذه تفضيلات إلهية تكوينية بعضها فوق البعض الآخر الماء تلاحظ هناك ماء حلو فضله الله سبحانه وتعالى تكوينا على الماء المالح الأجاج هذا تفضيل تكويني يتعلق بالجمادات وهناك تفضيل تكويني أيضا يتعلق بنا نحن البشر سؤال إذا كان التفضيل تفضيلا تكوينيا التفضيل التكويني هل يكون ملاك للتكريم إذا طينة هذه الصفوة تختلف عن طينة الآخرين فهل هذا التفضيل يكون مقياس للتكريم إذا الله خلقكم الله أنوارا فجعلكم بعرشه محدقين حتى من علينا بكم إذا كانوا أنوار في ذاتهم ونحن لم نكن أنوارا في ذاتنا هل هذا يكون ملاكا للتفضيل الجواب نعم عندما يكون هنالك عنصر أعلى من عنصر وإن لم يكن هذا العلو بإرادته واختياره ولكننا نحن البشر ولكن المجتمع الإنساني كله يفضل الواجد على الفاقد ليش ما تشرب الماء المالح هل الماء المالح أني يعترض عليك ليش ما تشرب ني تقول له لأن الماء الحلو أعذب منك فتشرب الماء العذب لماذا المجتمع البشري يعظم الأذكياء فلان ذكي في المجتمع البشري له ألف اختراع ليش هذا يعظم لأن هذا أذكى وأعلى جوهرا من ذاك يجب أن يفضل الأعلى ويجب أن يشرف الأعلى هناك حصات وإلى جانبها هناك لؤلؤه الحصات مرمية على شاطئ البحر ولكن اللؤلؤه مكانها في الجيد لماذا لا تضع الحصات في الجيد لأن هذا العنصر أعلى من ذلك العنصر هذه الطينة التي خلق منها أهل البيت صلوات الله وسلامه وعليهم أرفع وأعلى وأسمى من الطينة التي خلق منها الآخرون ولكننا نحن الذين سرنا على خط أهل البيت نفتخر بأننا خلقنا من فاضل تلك الطينة شيعتنا منا خلقوا من فاضل طينتنا وعجنوا بماء محبتنا أو ولايتنا نحن خلقنا من فاضل تلك الطينة ولذلك تجد أن قلوبنا تحفو إليهم وتميل إليهم هؤلاء يمثلون الخير ولأن هذه الطينة خلقت من فاضل تلك الطينة تجد هذه الطينة تحفو إليهم بعد ألف وأربعمائة عام عندما يذكر علي صلوات الله وسلامه عليه تجد أن قلوب المؤمنين هذه القلوب الطيبة تحفو وتشتاق ليش حب علي مقياس للإيمان والكفر لأن الشخص الذي لا يحب علي الشخص الذي يبغض علي هذا الشخص في تكوين أكو خلل أكو واحد يبغض النور إذا واحد أبغض النور هذا يبدو تكوين في خلل كيان في خلل لماذا لا يحب الإنسان ولا يجل الإنسان من يمثل الخير والفضائل كلها هذا الشيء نحن نفتخر به وهو أننا خلقنا من فاضل تلك الطينة هذا بعد بعد تلك الطينة التي خلق منها أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم هل تنتهي القضية عند هذا الحد لا هناك بعد آخر وهذا البعد الآخر بعد الكسب هنالك بعد الوهب الوهب يعني الهبح العطية الإلهية وهنالك بعد الكسب أيضا في حياة أهل البيت في حياة الإمام الجواد في حياة الإمام أمير المؤمنين صلوات الله عليه وين هذا البعد وإنما هي نفسي أروضها بالتقوى أم سلمة تسأل النبي صلى الله عليه وآله تفتقد النبي تجد مو موجود فتفكر أين النبي تقوم وتبحث وإذا به في زاوية من زوايا البيت قائم لله سبحانه وتعالى رافع يديه إلى السماء وهو يناج الله سبحانه وتعالى ويقول له اللهم لا تسلبني صالح ما أنعمت به علي أبدا ولا تردني في سوء استنقذتني منه أبدا إلى آخر الدعاء ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين أبدا في جنح الليل رافع يديه ويبكي فتبكي أم سلمة لبكاء النبي صلى الله عليه وآله النبي يلتفت أن أم سلمة تبكي فيتوجه إليها ويقول لها ما بك يا أم سلمة تقول أبكي لحالك الله سبحانه وتعالى أعطاك ما لم يعطي أحدا من العالمين الله أذهب عنك الرجز الله غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر وأنت هذه حالك فقال النبي صلى الله عليه وآله أَفَلَا أَكُونُ عَبْدًا شَكُورًا يعني هؤلاء رغم كل تلك الفيوضات الإلهية التي منحها لهم كانوا يتحركون في هذا الطريق أن الإمام أمير المؤمنين صلوات الله عليه يروض نفسه بالتقوى النفس طاهرة النفس طيبة ولكن مسيرة التكامل مفتوحة الإمام يضغط على نفسه يذل هذه النفس يروض هذه النفس حتى تتكامل أكثر فأكثر هذا هو بعد الوهب وهذا هو بعد الكسب الإمام أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه يقول ولو شئت لاحتديت الطريق إلى مصفى هذا العسل علي صلوات الله عليه ما كان يشتهي مصفى ذلك العسل يعني شهيته تختلف عن شهيتنا علي يشتهي مصفى ذلك العسل ويشتهي لباب ذلك القمح ويشتهي نسائج ذلك القز ولكن هي نفسي أروضها بالتقوى يدخل عليه عدي بن حاتم حاتم الطائي الكريم المعروف عدي ابنه أسلم على يد رسول الله صلى الله عليه وآله وأصبح من خواص أمير المؤمنين صلوات الله عليه وإلى مواقف كثيرة في حروب الإمام في غزوات الإمام يدخل فيجد أمام الإمام إناء متواضع وكسرات من الخبز وماء وملح هذا هو فقط ماكو شيء آخر ماء خبز ملح فيخاطب الإمام ويقول له ما أرى ذلك لك يا أمير المؤمنين ليش أنت تضغط على نفسك هكذا تقضي النهار طاويا مجاهدا كان الإمام صايم كما يبدو من هذه الرواية في النهار طاوي صايم إحنا عندما نصوم النام من الصباح للليل ولكن الإمام يستيقظ من أول الوقت ويذهب إلى الجهاد في سبيل الله وتقضي الليل ساهرا مكابدا في النهار تقضيح طاويا مجاهدا وفي الليل تقضيح ساهرا مكابدا يعني تعبان أكو في الروايات الإمام في ليلة من الليالي أراد أن يخرج ما تمكن أن يمشي فأخذ يتكئ على الجدار ويمشي لكي يذهب ويتوضع ويصلي لله فقال له الإمام صلوات الله وسلامه عليه علل النفس بالقنوع وإلا طلبت منك فوق ما يكفيها لازم تأدب هذه النفس لأنه إذا ما أدبت هذه النفس إذا تركت هذه النفس إذا كل ما قلت لك قلت نعم تصبح أسير بيد هذه النفس ولا تعرف الحدود الحمراء ما يمكن تقول هذا حدي تضع حدا ولكن إذا صرت أسير بيد نفسك هذه النفس تتجابك الحدود الحمراء يمر صلوات الله وسلامه عليه على قصاب يخاطب الإمام الإمام كان يمشي في السوق فيقول له يا أمير المؤمنين هذا اللحم سمين لأن اللحم السمين له مذاق غير اللحم الآخر فاشتري منه الإمام صلوات الله وسلامه عليه يقول له ما عند الثمن ما عند فلوس لأن الإمام يصرف كل أموال في سبيل الله فيخاطبه القصاب يقول له أصبر أنا على الثمن أخذ دين وبعديا أدي لي الثمن أصبر أنا على الثمن فيقول له علي صلوات الله وسلامه عليه وأنا أصبر على اللحم لا حاجة لي في الله في الأحاديث أن الإمام كان يأكل اللحم في السنة يوما واحدا فقط وهو أي يوم عيد الأضحى كان يقول أنا الآن أعلم في هذا اليوم أن كل المسلمين يأكلون لحم في هذا اليوم فأنا أأكل اللحم في هذا اليوم إحنا من الواضح ما نقدر على ذلك نقدر نصوم وفي الليل نأكل خبز وملح وماء لا هو الإمام قال ألا وإنكم لا تقدرون على ذلك ولكن أعينوني بورع واجتهاء وعفة وسداء تورع ما يحتاج تاكل خبز وملح ولكن تورع عن محرمات الله عندما يصير هناك محك اقبض أمام زمام نفسك عندما تدخل البيت وتثار المرأة أو يثار الرجل يقبض نفسه هذا هو الورع مو أنه إذا واحد غضب في البيت يندفع مع غضبه وينسى الله واليوم الآخر السيد البروجردي رحمة الله تعالى عليه أراد أن لعل الشيبة بعض الشيبة كانوا يقلدونه في ذلك الوقت هذا كان أراد أن يتحكم في غضبه لأن واحد حقيقة عندما يغضب بعد لا يعرف شيئا بعد لا يتورع إذا واحد يخاصم أكو قاعدة من يخاصم لا يتق الله والعياذ بالله من يدخل السوق لا يتق الله إلا من عصمه الله لأن الشيطان أول من يدخل السوق الشيطان آخر من يدخل السوق الشيطان هذا في الروايات موجود السيد البروجردي رحمة الله تعالى عليه أراد أن يسيطر على هذه الخالح فنذر إذا غضب يوم من الأيام يصوم سنة كاملة طبعا واحد اللي عندها الشكل نذر يتقيد فتقيد بشده أنه لا يغضب في يوم من الأيام كان على المنبر وقام شخصه وأخذ يناقشه مناقشات غير منطقية السيد البروجردي رحمة الله عليه بمتانته بأخلاقه يرد عليه وذاك يتكلم كلمات غير منطقية فالسيد البروجردي رحمة الله تعالى عليه احتد معه فوق المنبر وأخذ يتكلم معه بكلام خشن وعما وإذا به بعد لحظات يتذكر النذر قال له أيها الشخص لقد كلفتني صوم عام كامل نزل من المنبر وصام عاما كاملا باستثناء يومي الفطر والأضحى لأن محرم الصوم في هذين اليومين نحن لا نتمكن هذا واضح ولكن في المحك أعينوني بورع واجتهاد وعفة وسداد نسأل الله سبحانه وتعالى أن يلهم علينا من رحمته وفيضه وأن يمنحنا الورع والعفة والسداد وصلى الله على محمد وآله الطاهرين شعرت شموس الهدي بالكلمات فأنارت الأفهم بالآيات أسرج بنور العلم عقلا نيرا وافتح من الألباب كل جهاتي فالكنز علمك حين تنفق حين تنفقه زكاة والمال لا يزكو بلا نفقات بين الظلام وبين نور مشرق هدي ينير الدرب بالومضات حين تنفق